دعا معارضنا جزائريون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تنحي عن منصبه في نهاية ولايته في الثامن والعشرين من شهر أبريل نيسان المقبل مطالبين الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وتأتي هذه الدعوات بعد ساعات من رسالة للرئيس الجزائري قال فيها إنه باقا في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديلات دستورية